موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الخامسة الابتدائي درسنا اليوم يونت 7 لسن 7 اليونت السابع الدرس السابع أنوان الدرس تفقت فهمي موجودة صفحة 102 من كتاب الطالب صفحة 100 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب الاسمه الأستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامسة الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر بيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية أي تقدرون تلقومي خلال هذا المعرف صفحة 102 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة تفقت فهمي ذكرنا بالدرس السابق لما قرأنا الأربع نصوص الخاصة بديمة وفراس والشخصيتين الباقيات أنه بالدرس القادم اللي هو هذا الدرس الدرس السابع رح يلاقينا نشاط متعلق بهذا النصوص أول نشاط بهذا الدرس متعلق بهذا النصوص شو رح يقول لي رح يقول لي اقرأ هذه القطعة اللي هي قطعة مجلة مدرستي اللي أخذناها بالدرس السابق لشخصيات الأربعة وشلون يتحدثون عن نفسهم وعن رحلاتهم لون الإجابات الصحيحة أو لون الجملة الصحيحة هاي الجملة إذا كانت صحيحة قم بالتلوينها واكتب الجملة الخاطئة مرة أخرى شلون يعني؟ رح يستغرق الأمر حوالي ساعتان لكي نطير من بغداد إلى النجف الأشرف هل الإجابة صحيحة مخاطئة؟ ذكرنا بالدرس السابق أن الأمر يستغرق حوالي 30 دقيقة فقط إذا كانت الرحلة بالطائرة لكي نطير من بغداد إلى النجف الأشرف وتستغرق حوالي ساعتين إذا كانت بالسيارة وهنا ده يقول لي ساعتين لكي نطير من بغداد إلى النجف الأشرف إذا كانت إجابة صحيحة لو خاطئة إذا كانت إجابة كيف تخاطئة شلون يعني؟ يقول لي اكتبها بشكل صحيح مرة أخرى فأنا سأصحح الخطأ شلون يعني؟ أقول لي إنها تستغرق حوالي فقط 30 دقيقة إلي كي نطير من بغداد إلى النجف الأشرف نمبر 2 جنة ساعتين من بغداد إلى النجف الأشرف هل الإجابة صحيحة مخاطئة؟ الجملة صحيحة فأقول true صح أو أقوم بتلوينها أقوم بتلوين هذا المستطيل أو أكتب true بكيفك؟ نمبر 3 فراز's aunt and uncle live in الناصرية عمت وعم فراز يعيشون في الناصرية الإجابة صح له خطأ ذكرنا بدرس السابق أن فراز ذاهب إلى عمه وعمته في الناصرية بواسطة القطار إذن الإجابة صحيح نمبر 4 إنها المرة الثانية الذي يذهب فيها أخو فراز بالقطار الإجابة صح له خطأ ذكرنا بالدرس السابق أن أخو فراز ذاهب إلى عمه وعمته في الناصرية وهذه المرة الأولى اللي راح يركب بها القطار وذكرنا أنه أحب القطار لأنه سريع إذن إجابة صح له خطأ يقول له هاي مرة الثانية اللي يركب بها أقول له لا خطأ أقول له إنها المرة الأولى هذا ما يخص هذا النشاط نشاط مهم كتحضير يومي يسير الأستاذ على شكل أسئلة شفوية والتراميذ يجاوبون من خلال فهمهم للقطعة اللي أخذوها بالدرس السابق اللي هي قطعة مجلة مدرستي اللي شرحناها بالدرس السابق ننتقل النشاط الآخر يقول لي remember تذكر إذن هذا موضوع قواعدي how do you go to كيف تذهب إلى زادا اسم المكان مثلا how do you go to school كيف تذهب إلى المدرسة how do you go to work كيف تذهب إلى العمل إلى آخرين الإجابة راح تكون باستخدام on my buy أو on هؤل Tyler كلمتها جدا مهمات بقي لك يا إيمي إقدم ملاحظات حدو نعبر عن الوسيلة التي تستخدمها الآخر إلى مكان معين مش أنه عندما نريد النعبر عن الوسيلة التي نستخدمها للذهاب إلى مكان معين نستخدمs يعني عندنا أريد أن أذهب إلى مدرسة بواسطة السيارة ماذا فهنا باللغة الإنجليزية نستخدم On my buy أو للتعبير عن الوسيلة التي نستخدمها للذهاب لمكان معين اما buy او on قبل وسيلة النقل سواء كانت وهنا يجب ان نحفظ كل حرف من هذه الحروف مع من نستخدمه من وسائل النقل كما في العاتي خلنا نجي نشوف buy ويامل نستخدمها والon ويامل من نستخدمها نستخدم buy مع وسائل النقل التالية car, bus, train, boat و plane هذه الباي نستخدمها مع ذنى وسائل النقل السيارة الحافلة القطار القارب والطائرة اما كلمة on فقط مع كلمة foot اذا لقيتني كلمة foot معناها القدم يعني انا اذهب مشيا على الاقدام استخدم اياها on ما اقول buy foot اقول on foot شون تجيني بالامتحان زيان وتكون الصيغة في الامتحان كالتالي تجيني بالسؤال الثاني اللي هو السؤال القواعد مثلا number one I go to school فراغ car انا اذهب الى المدرسة فراغ السيارة buy low on كلمة car شا استخدموا اياها ارجع الملاحظات هذا الكار استخدموا اياها buy فاقول buy car number two I go to work فراغ train اذهب الى العمل فراغ القطار on low buy كذلك كلمة train القطار شا استخدموا اياها هذا الترين استخدموا اياها buy number three I go to the park فراغ foot اذهب الى المتنزة فراغ القدم شون الكلمة اللي استخدمها في هالفراغ اكيد كلمة on لان كلمة on تستخدم فقط مع كلمة foot هذه foot استخدموا اياها on هذه الفوت استخدموا اياها on هذين الملاحظات جدا مهمة احاول اكتبها بالدفتر واحفظها واكتب شون تجيني بالامتحان لان مهمة جدا بالامتحان التحريري ننتقل الى النشاط الاخر P4 Project المشروع اللي لاقينا بنهاية كل يونت نعرف ان المشروع هو نشاط لا صفي يقدر التلميذي يساوي بوستر عن فد موضوع معين مثل ما راح نجي نوضح ويشارك بيه بالصف كنشاط لا صفي يساوي بوستر او يساوي ورقة رسم كبيرة الى اخره يطيها للأستاذ يشارك بيه كنشاط لا صفي او يطلعها بالاصطفاف اذا كانت جميلة او شغلها مرتب يطلعها بالاصطفاف تعتبر كنشاط لا صفي شي يقول لي يقول لي اختر عطلتك المناسبة و اعمل بوستر او ملسق عن هذه العطلة شون يعني نانا التلميذ يختار عطلة مثل ما سوينا بمفكرة ديما بالدروس السابقة مثلا يقول انا بالعطلة نهاية السنة ذهبت الى سامراء فهنا راح يكتب بهذا البوستر المعلومات الخاصة بالعطلة فش يقول يقول عملت ملسقا عن عطلة المفضلة رسمت صور من الممكن ان هذا التلميذ رسم طائرة و خريطة للعطلة مالتة التلميذ كذلك اذا مثلا راح السامراء يقدر يرسم الملوية يقدر يرسم الأماكن الأثرية بسامراء الى آخره فهنا انا رسمت صور و كتبت عنها فهنا نقرأ البوستر وبعدها نعرف شون نسو بوستر مثله اطلة المفضلة اي وانت باي بلين ذهبت بواسطة الطائرة فهنا التلميذ بيش راح مثلا بالسيارة يرسم سيارة و يقول اي وانت باي كار ذهبت بواسطة السيارة زيان اهنا اش قال لي قال لي اطلة المفضلة كانت في الأردن رسم خريطة الأردن اذا التلميذ مثلا اختار سامراء مثلا يرسم الملوية يرسم فد أماكن أثرية موجودة بسامراء الى آخره و يكتب اطلة المفضلة كانت في سامراء بعد نكمل يش سوى بسامراء هنا التلميذ كاتب طفت في البحر الميت مثلا التلميذ يقول الملوية منارة تسلقت منارة الملوية وهكذا اكل هذا التلميذ اكلت المنسف مشهورة بالأردن مثلا التلميذ الآخر اللي راح السامراء يقول اكلت روز وسمك وهكذا رأيت الكهوف في بيترا التلميذ الآخر قد يقول وزرت الكثير من الماكن الأثرية وهكذا ركبته على جمل واشتريت الكثير من الهداية التذكارية هذا ما يخص هذا النشاط ذكرنا عن النشاط لا صفي من الممكن ان التلميذ يعمل ملسق على فايل كبير أو ورقة رسم أو من الممكن ورقة الدفتر الخاص بي ويشارك بيه كنشاط لا صفي اذا كان هذا الملسق معمول بشكل جيد ومن الممكن نشارك بالاصطفاف كنشاط لا صفي ننتقل لكتاب النشاط write the words and the punctuation in order اكتب هذه الكلمات والتنقيط والنقاط ما ردتهم بالترتيب فعلى كمي هنا شون نرتب هذه الجملة اذا تذكرون بالقطع اللي اخذناها من الدرس السابق قطعة مجلة مدرستي اجي اقرأ هذه الكلمات واشوف شون اقدر ارتب هذه الكلمات وعمل منها جملة مفيدة my holiday went ذهبت to إلى النجف الأشرف last الماضي mother الأم week اسبوع for لي والأي هي اعدات تنكير زيان شون نرتب هذه الجملة ذكرنا بالدرس السابق انه أم ديما ذهبت إلى النجف الأشرف في الأسبوع الماضي في عطلة فاش اقول اقول my mother أمي went ذهبت to إلى النجف الأشرف last week for a holiday أمي ذهبت إلى النجف الأشرف في الأسبوع الماضي من أجل العطلة فهنا صارت عدة جملة مفيدة my mother went to النجف الأشرف last week for a holiday ننتبه هنا قل لي punctuation تنقيط نقطت الجملة كذلك هنا أنا هو من طين النقطة بس بالبداية الأم ما حاط لها حرف كبير فأنا أنتبه وأحطها بحرف الكبير لأنها ببداية الجملة number two ثانيا dad my work to in ديالة ودرايفز شون الجملة المفيدة اللي يقدر أطلعها من هذه الحروف المباثرة كذلك ذكرنا بالدرس السابق أنه والد أحد الشخصيات يذهب إلى العمل في ديالة يقود بواسطة السيارة فش أقول أقول my dad أبي drives يقود to work إلى العمل in ديالة my dad drives to work كينديالة number three it only minutes thirty took to get there plane by from هالجملة لاقتنا أكثر من مرة بأكثر من مكان فهنا هنا إذا تذكرون أنه حوالي تستغرق ثلاثين دقيقة لكي نطير من بغداد إلى النجف الأشرف شون أقول it took only أنها تستغرق حوالي فقط thirty minutes ثلاثين دقيقة to get لكي نصل there إلى هنالك by plane بواسط الطائرة from بغداد من بغداد it took only thirty minutes to get there by plane from بغداد استغرق الأمر حوالي ثلاثين دقيقة فقط لكي نصل إلى هناك من بغداد number four his and uncle aunt in live نصرية و do ننتبه هنا أن علامة استفهام فش أقول أقول do أبدفاء المساعد ليش لأن علامة استفهام؟ يعني جملة استفهامية أقول do his uncle and aunt هل عمه وعمته نف يعيشون in في الناصرية بش أقول do his uncle and aunt live in الناصرية number five are going to go by ferryboat the river on we كذلك نرجع للقطعة السابقة رح نقول we are going to go by ferryboat to the river أو سوف نذهب إلى النهر بواسطة القارب أو أقول سوف نذهب بواسطة القارب إلى النهر هذا ما يخص هذا النشاط مجرد كلمات مباثرة نرتبها حسب ما أخذناها بالدرس السابق بالقطعة الخاصة بالشخصيات الأربعة اللي هي مجلة مدرستي اللي شرحناها بالدرس السابق ننتقل إلى تمرين بي write the missing words اكتب الكلمات الناقصة look at page 101 of your pupils book انظر إلى صفحة 101 من كتاب الطالب to check your answers لكي تتفقد إجاباتك بالك يمي على الممكن نعرف شو أن نحل هذا النشاط نانا ما أقدر أحل هذا النشاط إلا إذا أطلع صفحة 101 هو إذا يقول لي طلع صفحة 101 من كتاب الطالب اللي هي قطعة مجلة مدرستي يالله أبدأ حل فهنانا أتبع last week my sister went to see our grandparents الأسبوع الماضي ذهبت أختي لكي ترى أجدادنا فراغ live in Hilla فراغ يعيشون في الحلة شن الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة they هم هم يعيشون في الحلة فراغ went there by train فراغ ذهبت إلى هناك بوسط الطيارة من هي اللي ذهبت my sister أعوض عنها بيا ضمير بالضمير she أقول she went there by train ذهبت إلى هناك بوسط القطار it was فراغ first time on train كانت المرة أولى لها على القطار شاقول her first time المرة الأولى لها التي تركب فيها القطار and فراغ love it وفراغ أحبتها شن الكلمة المناسبة فراغ كذلك كلمة she هي التي أحبتها number two yesterday my father went to Basra البارحة ذهب أبي إلى البصرة for a holiday كعطلة أو لبيع العطلة with فراغ family مع عائلتي فش أقول my family عائلتي فراغ flew there by plane فراغ طرنا إلى هناك بوسط الطيارة شن الكلمة المناسبة فراغ بما أنه وياهم فأقول we نحن طرنا إلى هناك بوسط الطيارة فراغ took about one hour فراغ استغرقت حوالي ساعة واحدة من يل استغرقت الرحلة الرحلة غير عاقل أعود عنها بالضمير it took about one hour to get there from بغداد استغرقت حوالي ساعة واحدة لكي نصل إلى هناك من بغداد next time في المرة القادمة فراغ goes to بصرة التي يذهب فيها أبي إلى البصرة فأقول my father goes to بصرة I am going to go with أنا سوف أذهب معه معه أكيد فأقول with him معه هذا ما يخص هذا النشاط مجرد دي دربنا على استخدام الضمائر دي شوفني انتبهت للضمائر اللي أخذناها بالدرس السابق هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى تمرين سي find the mistakes جزل الأخطاء circle them حوطها أو جردار عليها and write the sentences correctly وكتب الجمل بشكل صحيح فالشي يقول لي يقول لي there is one mistake in each sentence هناك خطأ واحد في كل جملة خلنا نشوف نحاول نطلع الخطأ اللي موجود بالجملة number one I swam on the sea أنا سبحت على البحر شن نكلم الخطأ بالجملة نحن نعرف أن البحر أقدر أستخدمها حرف الجر in وليس on فأقول I swam in the sea أنا سبحته في البحر number two my holiday favorite was in Jordan أطلت المفضلة كانت في الأردن نحن نعرف أن favorite تسبق الشيء اللي أنا مفضلة فش أقول my favorite holiday was in Jordan أطلت المفضلة كانت في الأردن number three I went on a plane أنا ذهبت على الطائرة شن الكلمة الخطأ؟ قبل دقائق شرحنا أن البحر نستخدمها حرف الجر by بواسطة فأقول I went by plane ذهبت بواسطة الطائرة number four that is a big very number هذا الرقم جدا كبير شن الخطأ بالجملة؟ نحن نعرف أن very تسبق الصفة فأقول a very big number هذا رقم كبير جدا number five I bought lots seven years اشتريت الكثير من الهداية التذكارية نحن نعرف أن lots يجي وراها of فأقول lots of seven years الكثير من الهداية التذكارية number six in summer في الصيف it is very cold in Baghdad يكون الجو جدا بارد في بغداد شن الخطأ بالجملة؟ نحن نعرف أن الصيف يكون حار فأما أغير الصيف أو أغير كلمة cold كيفي مثلا أقول in summer في الصيف it is very hot in Baghdad جدا حار في بغداد أو أقدر أقول in winter في الشتاء it's very cold in Baghdad يكون الجو جدا بارد في بغداد فهنان يقول لي فقط خطأ واحد فأنا راح أصحح فقط كلمة واحدة من ذني كلمات number seven we ate our picnic food on the ferry boat أكلنا طعامنا في القارب شن الكلمة الخطأ؟ كلمة eat نحن نعرف أن الإيت يأكل الماضي ما تتأيت هذا فعل الشاذ فأقول we ate our picnic food on the ferry boat أكلنا طعامنا على القارب number eight I didn't take any photos because it was wind لم ألتقط أي صورة لأنه كان هناك رياح شن الخطأ بالجملة؟ نعرف أن الجو عاصف أقول windy وليس wind فأقول I didn't take any photos because it was windy لم ألتقط أي صور لأن الجو كان عاصف هذا ما يخص هذا النشاط كذلك نشاط صفي غير مهم بالمتحان التحرير والمتحان الشفوي مجرد يريد يخليني أتذكر أو أسترجع الملاحظات القواعدية اللي أخذناها خلال هذا اليونت كله إذا لاحظتوا أنه راجعنا أكثر من موضوع قواعدي من خلال هذا التمرين مثلاً ذكرنا التقص، ذكرنا الفعل each من الماضي مالتا، الwind وال windy وكذلك استخدامات حروف الجر الby والon إلى آخره ننتقل إلى النشاط الآخر اللي هو النشاط d look, say, cover, write and check انظر، قل، غطي، اكتب، وتفقد هذا اللعبة اللي نعبها من نهاية كل يونت انظر للكلمة أقولها أغطيها بإيدي أكتبها وانا مغطيها بيدي وبعدها تفقد إذا كان ملاحظ صحيح أو خاطئ مثلاً الكلمة الأولى look، انظر لها say، أقولها، أقول hi cover، أغطيها بيدي write، أكتبها هنا بعدين نتأكد إذا كانت إملاء صحيح أو خاطئ وهكذا ما بقية الكلمات مثل ما وضحنا بالولادات السابقة أن هذا النشاط عبارة عن لعبة يتم اللعبها بداخل الصف غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بي وحلين الأسئلة المتعلقة بقطعة مجلة مدرستتي التي شرحناها بالدرس السابق وعرفنا أن هي أسئلة عبارة عن صح وخطئ إذا كانت جملة صحيحة على ونها وأكتب عليها true وإذا كانت خاطئ أعيد كتابتها بشكل صحيح حسب فهمي بالقطعة كذلك أخذنا استخدامات حروف تجار buy و on اللي نستخدمها مع وسائل النقل وعرفنا أن ال buy نمكن أن نستخدمها مع train قطار car سيارة plane طائرة أما ال on فقط تستخدم مع كلمة foot وعرفنا شون تجينا بالامتحان وشون نقدر نحلها وكذلك لاحظنا أنه كتاب النشاط كل الأنشطة المتعلقة به أنشطة صفية وغير مهمة بالامتحان تحريري وامتحان شفوي لذلك مجرد أحلها مو مهم أني أحفظها بالإضافة إلى ذلك شون نحنا النشاط اللاصفي اللي هو ال project المشروع اللي أقدر أشارك بي بالصف أختار عطلة أرسم عنها أكتب الجملة الخاصة بيها شون اللي عملت هناك شون ذهبت شون العماكن الأثرية زرتها وشارك بي كنشاط لا صفي بالمهدرسة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سوسار أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة